السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ظهرت مؤخرا بعض الصور اللي بتزهر الاعلامي تامر أمين مع بنته الكبرى ملك أثناء حفل تخرجها ظهر الاعلامي تامر أمين مع ابنته ملك اللبسة فستان أصفر قصير في حفل تخرجها من إحدى الجامعات في مدينة القاهرة شاركها أيضا الاحتفال أختها الأصغر منها نور وولدتهم الاعلامية السابقة سابقة شيرين الشنيتي ظهرت تامر أمين في الاحتفالية اللي كانت بتمثل تخرج ابنته وهو يرتدي ملابس رسمية كاملة في حين ظهرت ابنته الفائقة الجمال في ملابس شبابية تماما نحب نتعرف مين هو تامر أمين هو اعلامي مصري اتولد سنة 1970 هنا صرته مع عائلته اتولد 1970 يعني عنده حوالي 52 سنة اشتغل في التلفزيون المصري منذ فترة طويلة هو ابن الاعلامي المعروف أمين باسيوني الاعلامي المعروف أمين باسيوني كان رئيس الإزاع المصرية من فترة طويلة وكان أيضا يشغل عدة مناصب في التلفزيون المصري زوجته اللابسة فستان اسود اللي هي شايفانا حضرتك قدامنا ترتادي الحجاب هي المزيعة السابقة شيرين الشنيتي هنا شايفانها ترتادي الحجاب أيضا المزيعة شيرين الشنيتي كانت مزيعة في التلفزيون المصري شارك التامر أمين في عدة مرامج تلفزيونية لكن استطاعت بعد الزواج أن يقنعها باعتزال العمل الإعلامي تماما لم تصبح لا مزيعة إزاعية ولا مزيعة تلفزيونية اعتزلت العمل تماما واكتفت بكونها ربت منزل الإعلامية الشيرين الشنيتي منزوجها من تامر أمين أنجبت بنتين أحدهم عندها حوالي 21 سنة الأخرى عندها 20 سنة البنتين هم ملك ونور زي ما احنا شايفانهم في الصورة مع تامر أمين ومع والدتهم المزيعة السابقة شيرين الشنيتي هنا دي صورة من الأرشيف صورة قديمة جدا للمزيعة الشيرين قبل ارتداءها الحجاب وقبل زواجها من تامر أمين سنة 97 دي صورة الإعلامي السابق أمين بسيوني والد تامر أمين ده الإعلامي علاء بسيوني علاء بسيوني هو الأخ الأكبر لتامر أمين كان اشتهر بتقديمه لبرنامج اسمه طريقة الهداية وبعض البرامج الدينية صورة تامر أمين من الأرشيف أيضا مع بناته ملك ونور الصورة القادمة صورته أيضا مع طفلتي ملك ونور من فترة طويلة دي أيضا صورة الإعلامي الشيرين الشنيتي زوجة تامر أمين قبل ارتداءها الحجاب وقبل زواجها طبعا من تامر أمين أتمنى أن يكون الفيديو ده حاز على إعجابكم إن شاء الله نتقابل غدا في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة دومتم في رعاية الله وأمنه ترجمة نانسي قنقر